يستعد مبنى الركاب المساند الجديد التابع لمطار الكويت الدولي إلى إطلاق رحلات جديدة إلى وجهات خليجية مختلفة نعم وأدى مدير مشروع مؤسسة مطار أنشن الدولي ومشقل مبنى الركاب الجديد تيفور مواصلة العمل في المطار للوصول إلى التشغيل الكلي وفق أحدث المعايير المطبقة في المطارات العالمية منذ توقيعها عقد إدارة مبنى الركاب المساند الجديد تيفور مع الإدارة العامة للطيران المدني في مايو الماضي تتولى مؤسسة مطارات أنشن الدولية إدارة المبنى بالكامل والتشغيل الفعلي للمطار بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية حيث ستقلع رحلات جديدة منه الأحد المقبل إلى وجهات خليجية مختلفة والعمل مستمر على مدار الخمس سنوات المقبلة للوصول إلى التشغيل الكامل توقيع عقد التشغيل مع الخطوط الجوية الكويتية يعد الانطلاق الحقيقي لزيادة الرحلات والتشغيل الفعلي لمبنى الركاب المساند ما يعني تعزيز التعاون بين مؤستنا والخطوط الجوية الكويتية بما في ذلك تعزيز خدمات الركاب والتعزيز الآمن للرحلات ونقل الخبر الأجنبية لأول مرة إلى مبنى الركاب وزيادة مستوى الأمان والرحل المسافر هذه التجربة للمؤسسة هي الأولى من نوعها في دولة الكويت والشرق الأوسط ووفق ما صرح لنا المشرفون على المشروع ففي خطة المؤسسة تعزيز إجراءات السلامة لتوفير رحلات مباشرة من الكويت إلى وجهات عالمية مستقبلاً كالولايات المتحدة الأمريكية لدينا خبرة واسعة في الشرق الأوسط وتشغيل مطار جديد في دولة الكويت من قبلنا يعطي أهمية شديدة لهذا النوع من التعاون مع الخطوط الجوية الكويتية وإدارة الطيران المدني في مطار أنشن دولي لا تستغرق إجراءات الوصول والمغادرة للعشرين دقيقة نظراً لسلاسة العمل وجودة الأجهزة والمعددة المستخدمة والتي نعمل على تنفيذها هنا في مبنى تيفور في مشروع مبنى الركاب المساند الجديد يتم تطبيق كفاءة عالية في إجراءات الوصول والمغادرة للركاب بما فيها سلامة الأجهزة والمعدات وإجراءات التفتيش المعتمدة في مطارات العالم جهان حبيب تلفزيون دولة الكويت